بعد العلم كورا بيكا بأن الأمراء يريدون تعيين حراسة شخصيين لهم وبعد العلم بأنهم قضعتوا الأولوية للصيادين يقوم فورا بتجديد كل من إيزونافي بيسكيت باشو هنزو وميلودي يتسللوا كحراسة شخصيين للأمراء الستة لبراطوريتي كاكين وذلك لأجل الحصول على كل معلومة خص الأميرة سير دي نيتش في محاولة للاقتراب منه أكثر يشير إيزونافي إلى أن شيء مهم قد حدث جعل الأمراء الستة يضعون إعلانهم في الوقت نفسه يشير هنزو إلى أن تسير دي نيتش من المحتمل أن لا يكون من بينهم باعتبار أنه يمتلك جيشا خاصا مع شقيقه من يمين ليتفق باشو مع ما قاله مضيفا بأن الهوات هم فقط من يستعملون المال كمكفأة لتجادله ميلودي بأنه إن كان هذا هو الحال فإنه سيساعدهم في كسب ثقتهم به ما سيجعلهم قادرين على الاقتراب من الأمراء الآخرين لترد عليه بيسكيت قائلة بأنه إن كان هذا الأمر لو علاقة بحرب الخلافة فهو سيسبب المتاعب فقط ليلخص كورابيكا الموضوع قائلا بأن كل ما يريده معلومات تقاربه من تسير دي نيتش والتي يمكن أن تسمح له بالانتصال الجسدي معه لأنه بهذه الطريقة يمكن استخدام المزيد من القدرة بشكل فعال يضيف لهم أيضا بأنه إن تمكن بمصافحة يده قبل انطلاق الرحلة فبإمكانهم إلغاء مسألة ركوب السفينة لتتدخل بيسكيت مقاطعة على أنها ستحصل على كامل أجرتها لأن عقده أصبح سير مفعول بمجرد تقديمه للطلب ليلد عليها كورابيكا بأن هذا أمر واضح إن كان الشخص يمتلق قدرة فاهم طبيعية مما جعل بيسكيت تغضب وليطفئ غضبها تذكر نصيحة كيلو بشأن التعامل معها ليشرع في تملقها من أجل ضمان ولائها وهو ما نجح به ليطلب في النهاية منهم جميع أن رسال بيانتهم وذلك بعد أن بدأ في النظر إلى ملفات الشخصية لأبناء الملكات التي تبدو متطابقة تقريبا ليبدأ في النظر إلى التفاصيل الدقيقة لكل أميري في محاولة استنتاج هويتهم وذلك من خلال من قدم أعلى أجر ومن تفوق على عروض الآخرين والشخص الذي استسلم بسرعة وأولئك الذين يرغبون في إجراء مقابلة وغير ذلك من التفاصيل الأخرى في النهاية يقوم بالتركيز على ملفين شخصيين حيث أن الأميرين بهما هم من سيقومان بإجراء المقابلة بنفسهما واحد منهم لديه أكبر عرض أجراء والثاني لم يغير عرضه أبدا الأول شخص تنافسي ويحب إظهار قوته أما الثاني فلديه تقدير واحترام قوي لداته ليستنتج كورابيكا بأن الأمير هانكنبيرغ هو أحد هذين الاثنين بعد البحث حول هذا الأمير يجد كورابيكا بأنه قد درس في أفضل جامعة في العالم حيث تخصص في علوم الفيزياء كما فاز بالميدالية الفيضية في بطولة العالم للرماية هو الوحيد بين جميع الأمراء الذي يمتلك أفضل خصال كما يعرف عليه بأنه ينتقد عائلته الملكية بشكل صريح حتى أن والده لم يتمكى من السيطرة عليه وقد صرح علانية في السابق بأن علاقتهم مع أمه وأخته ليست بجيدة وبأن الأمير سيردينيتش هو الوحيد الذي يتقبله بينهم جميعا بحكم علاقتهم الجيدة مع بعض إذ ذلك فقد قرر بأن هالكنبيرغ هو الخيار الأفضل للاقتراب من سيردينيتش ليتبع حدثه ويختار الخيار الذي يعتقد أنه صحيح وما هي إلى دقائق حتى توصلوا جميعهم برسائل دعوة بما فيهم كورابيكا الذي حصل على دعوة بفندق تملك عائلته ويغورو عندما يصل كورابيكا إلى هناك يكتشف بأن الأمير لم يكن هالكنبيرغ وإنما هو الأمير الرابع عشر وبل مع والدتي أويتو والتي تكشف له بأن الشخص الذي يبحثون عنه حيث جاء تحت دريعة أنه سيتم توظيفه من قبل الأمير هالكنبيرغ بالرغم من العدد القليل الأدلة أخبرته بأن المعلومات على موقع كانت غامضة عن قصد لمنع أي شخص قد يرغب في إداء الأمراء من تحديد هدفه كما كانت الطلبات ستنهد على الأمراء الأكثر شعبية وهدان شيئا ينطبقان للأمير هالكنبيرغ الذي سنتج هذا ولم يقم بوضع أي منشور أصلا كما تضيف بأنه أمير صارم مع نفسه والآخرين وإن كان شخص ما يريد انتحال شخصيته فعليه بتحديد المبلغ للسفر فما يريده هو تغيير سياسات العائلة الملكية فقط ما جعل البعض يفكر في اغتياله والبعض الآخر في تأسيس نظام ديكتاتوري من حوله كما تضيف بأن أغلب من يتقرب منه دون المرور عبر فحص همية هم إما مغتالون أو تابعون مزيفون وهما يناسب أويتو نظرا لأن لديهم أهداف ممثلة حيث يمكن لأي شخص يقوم بحمايتها مع الأمير الرابع عشر وبل الوصول إلى هدفه يسألها كورابيكا لماذا لا يمكن استخدام المتقدمين العادي لتفادي كل هذا الإزعاج لترد عليه بأن الحراس متخصص في حماية الشخصيات المرموقة ولم يتدربوا علاقة الأشخاص لتبدأ في الكشف عن الطبيعة الحقيقي للرحلة أو ما يسمى بحرب الخلافة فالأمراء الأعلى مرتبة يمتلكون جيوش خاصة بهم وهم على استعداد لهذه المعركة بينما الأمراء الأدنى مرتبة عكس ذلك تماما يسألها كورابيكا مرة أخرى إن كان أحدهم قد قام بالاعتراض على هذا أو الرفض لتخبره بأنه لو كان بإمكانها ذلك لفعلته فهي لا تستطيع الخروج لأن الملك نص بيعتقد اعتقادا رصخا بأن أطفاله يجب أن يؤمنوا بأن أحدهم سيقضوا ملكا يوما ما وعلى الزوجات بتربيتهم على ذلك كما تضيف بأن هاركام بيريكا أصبح هو الملك القديم فإنه سيتم مهاجمة لمشاركته في هذه المجزرة لذلك فالأمل الوحيد هو ابتزازه بمسألة مشاركته لتطلب من كورابيكا بإخراج محياء من هذه الحرب مقابل دافع عشر أضعاف المبلغ المتفق عليه أو الحفاظ على سيرية المحادثة والمغادرة مقابل المبلغ المتفق عليه ليوافق في النهاية لكن بشرطه الخاصة حينها تتذكر أمي تحياتها في الماضي ومكان نشأتها وعن الفقر الذي مرت منه إلى أن التقت بالملك وكيف اعتقدت بأن الثروة هي كل شيء عند زواجها منه إلى أن أنجبت ابنتها وبل تعلم بمصيرها ما جعلها تندم على كل ذلك لتقدم طفلتها لكورابيكا حتى يحملها ليشعر نوعا ما مما تشعر به تجاه هذه الطفلة البريئة في النهاية ظهر لنا على أن رفاق كورابيكا قد أصبح أيضا حراسة للأمراء الخمسة الآخرين إزونافي أصبح حارس الأمير طيسون بيسكيت حارسة الأمير مريام باشو حارس الأمير لزروس ميلودي حارسة الأمير كاتشو وهنزو مع الأمير موموزي في الصباح اليوم التالي بسماء الأرينا يتم تقديم ثاني من أسياد الطابق قبل مبارتهما أحدهما يعرف بالحاصد وقد اختار الآخرى كخصم له في أول مبارة له كسيد طابق وهوية الاثنان هما كورولو لسيلفر وهيسو كامورو يظهر إسوكا ويشعر بالسعادة لأن حلمه قد تحقق ليخبر كورولو بأنه لا يريد أن تكون المباراة هذه مجرد تمرين ليوافق كورولو على ذلك ويتم بذلك اتخاذ قرار من كلهما بالقتل حتى الموت ومع سماعي الحكم لهذا أعلن بأن الأسلحة مسموح بها لتبدأ المباراة فورا تنطلق المعركة يقوم كورولو باستحضار كتابه بينما يخرج إسوكا بطاقته يكشف بعدها كورولو عن إبرة صغيرة في يده دسرة ليضعها بسرعة في الجزء الخلفي من عنق الحكم ليظهر بعد هاتفا صغيرا وهذه القدرة الخاصة بالتبعي شرنان كالصوت الأسود إسوكا عندما يشاهد هذه الحركة يدرك بأن كورولو كان يتهرم منه طوال هذا الوقت لأجل استجماع بطاقته لتحضير هذا القتال لم تمر إلى لحظات حتى كشف كورولو عن هاتف آخر ما جعل إسوكا يتفاجأ ليأمر الحكم بمهاجمته ليدرك فورا بأنه يخاطط لطعن بالهوائي الآخر بينما هو مشغول بالحكم حينها يقوم فورا بركل الإبعاد عنه لينطلق كورولو نحوه كما لو أنه سيضربه ليقوم بحيلة صغيرة جعلت إسوكا في وضعاته مفتوحه لينقضى عليه بوابل من الركلات ما جعل إسوكا يكتفي بحماية نفسه عبر إنساق دراعيه وساقيه بصدره في تلك اللحظة يفكر إسوكا يتسأل عن عدد الأشخاص الذين يمكن لكورولو التحكم به في نفس الوقت الهوائي منه سينهي التحكم في الحكم وعن إذا كان هذا ما ينتظره وبينما يواصل كورولو هجومه يكتشف بأن إسوكا قد ربط علكة البرج جام بقدمه ديوسرا مباشرة بصدر الحكم الذي يقوم بسحبه نحوه ليقوم كورولو بتجنبه بسرعة وتوجيه مرة أخرى نحو إسوكا الذي يدرك بأنه يستخدم هذه الاستراتيجية لاستخدام الحكم كدرعي له كما أظهر له بأن بإمكانه القتل فورا عن قصد حتى يرهقه كإعلان على أن هذا القتل سيكون طويلا إسوكا بعد هذا يشعر بالسعادة ليقوم بإخراج بطاقته وقطع عنق الحكم بها ولكن أثناء قيامه بذلك يحدث فجار صغير من صدر الحكم ما جعله يبتعل يتعلق بسقف الحلبة حين يقف كورولو خلف الحكم مظهر رمزين على كلتا يديه شكل القمر مع علامة ناقص في الوسط على يديه اليمنى وشكل الشمس مع علامة زائد في الوسط على يديه اليسرى والتي يطلق عليهما اسم الشمس والقمر إسوكا في تلك اللحظة بدأ يفكر كيف يستعمل كورولو قدرته هاتي دون استخدام كتابه ليبدأ في شرح الأمر له حيث يخبره بأن علامة الشمس مطبوعة على يد وعلامة القمر مطبوعة على اليد الأخرى وإذا ما تلمست العلامتين مع بعضهما ستتسببان في انفجار قوي وذلك بعد أن وضع العلامات على يد الحكم اليسرى وضهره يشرح له أيضا بأن هناك فرقا في مدة تلموس العلامتين بحيث إن تجاوزت مدتهم 3 إلى 5 ثواني فسيحدث انفجار قوي يمكن نسف أي شيء بالجوار أما عندما تتلامسان لحظة قصيرة فسينتهي الأمر بفجار صغير وقد اكتسب كورولو هذه القدرة أثناء وجوده بمدينة نيزك يسوك بعد أن علم بطريقة عمل هذه القدرة قام فورا بالنزول إلى سطح الحلبة وهو يسأل كورولو إن كان يتعاطف معه أم أنه يتوقع منه الخضوع لينطلق كورولو في إظهار قدرته الثانية ثنائية الوجع والإشارة المرجعية والتي تسمح له بالوصول إلى أي قدرة موجودة في الكتاب حتى لو كان مغلق أو استخدام أي قدرة يصادف أن الكتاب مفتوح عليها مما يتيح لا استخدام قدرتين في نفس الوقت يسوك في حديث مع نفسه مستمتع بما يسمعه طالما أنه سيقاتل بكل ارتياح ليستفسر أكثر عن قدرته كورولو يوضح لا بأن الإشارة المرجعية ليست مصرقة وإنما هي قدرته حيث أنها تأتي مع الكتاب الخاص به وبذلك فهي تساعد في استعمال قدرتين مصرقتين في الوقت ذاته ولكن بالرغم من قوة هذا إلا أن الميزة الحقيقية للإشارة المرجعية وهي عدم حاجته إلى حمل الكتاب وقد قام بهذه التعديلات بعد أن حصل القدرة تتطلب منه استخدام كنت يديه الأمر الذي أضاف المزيد من الشروط لكنه بالمقابل جعل كفاءته القتالية أكثر فاعلية ليخبر هيسوكا بأنه سيظهر له ثلاث قدرات أخرى كما يعترف له بأنه سيحقق رقما قياسيا جديدا لعادة القدرات التي تحتاجها لقتله ليطلب منه الافتخار بذلك يخبر أيضا بأن جميع القدرات تمتلك نقاط ضعف وقوة وبأنه يمكن اكتساب المزيد منها عندما يحتاجها وانتظار الوقت الحقيقي لتحقيق الفوز بها ليرد عليه هيسوكا بأن نجوته القصوى تأتي عندما ينهر أشخاص مثله لعدم تصديقهم بفشل خطتهم وبينما يواصل الحديث عن القدرات والتكتيكات يكشف كورولو عن قدرة أخرى وذلك بعد أن أخبرها بأن قدرة شرناك تتحكم بالبشر عبر شخصين اثنين بسيطرة كاملة بينما هذه القدرة تتحكم بالعديد من الدمى لكن بأوامر بسيطة غير معقدة واسمها ختم الأوامر وقبل أن يقوم باستخدامها يقوم أولا بتثبيت الإشارة المرجعية لإحدى صفحات كتابه ليستخدم قدرة كوروت بمعرض الزيف وهذا ما جعله يحصل عن نسخة طبق الأصل من جسد الحكم ليضع الختم على جبينها وهو يخبر هيسوكا بأنه غير قادر للتحكم بالجثة بينما يستطيع فقط التحكم بنسختها عندما يقوم بإيقاف النسخة يطلب من تحتهم هيسوكا وذلك بعد أن شرح بأنه بالنسبة لصاحب القدر الأصلي فإن الدمية لنتعود دمية صالحة للاستعمال بعد قطع رأسها كما يضيف بأن إصدار الأوامر على دمية منسوخة من بشري بقتل شخص ما فإنه سيتعارض مع معتقداته وبذلك فإنه سيقوم بتجاهله في بعض الأحيان لذلك فبذل أي أمر دميته بقتل شخص ما يخبرها بأن تحطمه فقط كمثال يسوكا ببساطة يقوم بتفادي الدمية مع قطع رأسها ليؤكد له كورولو بأن فعله لهذا سيوقفها ويجعل الختم يختفي ولكن مع ذلك فإن الدمية ستبقى لأنه لم يبطل قدرة معادة الزيف وحدوث عكس ذلك يعني بأن قدرة معادة الزيف قد أبطلت يسوكا بعد هذا يسألني القدرة الأخيرة ليكشف له كورولو عن سهمين في كلتا يديه وهي قدرة تسمى بأيدي التحويل وتمكن كورولو فورا يلمس الضحية بيده اليمنى من أن يأخذ شكله الخارجي بينما إن لمسه بيده اليسرى فسيأخذه شكل الضحية أما إذا لمسه بكلتا يديه في الوقت ذاته فسيتبادل للأشكال على الفور بدون أن تتغير شخصيتهما أو قدرتهما لكن نقطة ضعف القدرة الوحيدة وهي أن العلامات تظلان محفورتين في يدي كورولو لوحده بعد سماعي السكالي هذا يفكر إن كان بإمكان كورولو إنشاء نسخة منه مع العلامات باستخدام قدرة معادة الزيف لكنه يدرك فورا بأنه لا يمكن تفعيلها بعد وضع الإشارة المرجعية لأن حمل الكتاب سيكون عائقا يخبره كورولو بأن قدرة معادة الزيف وإيد التحويل قدرتان متشابهتان بأدوار مختلفة حيث يمكنهما معا صنع نسخ بشرية لكنه رغم ذلك سيحتاج لقدرة التلاعب للتحكم بهم عندما ينهي كورولو حديثه يتقدم يسوك خطوة للأمام استعدادا منه لمواصلة القتال ليوقفه كورولو بإضافة شيء آخر لما قاله سابقا حيث يخبره بأن القدرة في كتابه تختفي بمجرد موت صاحبها الذي سرقت منه القدرة لكن واحدة من هذه القدرات ستبقى في كتابه حتى بعد وفاة ملكها يسوك بعد سماعي لهذا يشعر في البداية بالحيرة إلى أن أدرك بأن هذا له علاقة بالنين الذي يصبح أقوى بعد الموت ما جعل كورولو يتفاجأ لإستعابه لهذا الأمر بسرعة يخبره بأن صاحب القدرة الأصلي كان هو زعيم مدينة نيزاك فعندما قام أحد الأشخاص من الخارج بمهاجمة أحد السكان قام هذا الزعيم فورا بتحويل واحد منهم لقبلة لأجل تبليغ رسالته ليضيف بأن الملك الأصلي كان يعتقد بأنه لا يوجد فرق بين البشر والدماء وهما يتفق كورولو أيضا معه فيه هنا يفهم يسوك بأنه بمجرد أن يتموض علامة الشمس والقمر على شخص ما فإنه لا يمكن نزعها أبدا منه ليؤكد كورولو هذا مشيرا إلى أنه حتى لو أغلق الكتاب فإن العلامات ستظل حتى تنفجر القنبلة يسوك بدأ في الشعور بالإزعاج ليخبره كورولو بأن هذا نهاية شرحه وبأنه لم يخبره بتفاصيل كل هذا إلا لأنه متأكد من انتصاره بنسبة 100% ليسأل يسوك إذا كان لا يزال يرغب في المتابعة ليؤكد له ذلك كورولو بسرعة يضع على ما نصح باستخدام الإشارة المرجعية ليقفز للخلف تجاه الجماهير ويستخدم قدرة الصوت الأسود يسوك ويطرده بدأ في الشعور بالقلق من الهوائيين كلما اقترب وهذا ما يريده كورولو ليقع فيما كان يتوقع وذلك بعد أن ظهر أمامه رجل ضخم الجثة وسط الحشود لحجب رؤيته مجال يسوك يقوم بقطع عنقه وذراعيه ليظهر بعدها شخص آخر خلفه والذي يتخلص منه بنفس الطريقة وبانشغاله بهذين الرجلين فقد أثر كورولو بين الجماهير الذين بدأوا في الهرعي نحو الخارج ليبدأ في ترتيب خطوات كورولو من جديد أثناء ذلك يلاحظ بأن كل الهوائيين قد اختفى ليخمن بأن كورولو قد قام ربما بسحمهما بشيء مثل خيط الصيد لينظر بعدها نحو الحجد ليرى بأن هناك نسخ لعدة أفراد منهم وبذلك استنتج بأنه قد قام بتفعيل تقنية معرض الزيف وأن تقنية أيدي التحويل قد تم إلغاء تفعيلها وقد أخذ ربما بلابس شخص آخر للتنكر فجأة في تلك اللحظة يبدأ مجموعة من أفراد الجمهور بالركض نحو هيسوكا وجميعهم يحملون أختاما على جباههم ليعيد مرة أخرى ترتيب خطوات كورولو يخمن هيسوكا حول أن هناك ثلاثين دمية لن تتوقف إلا بعد قطع رأسها وبأن هناك المزيد من الدمى التي لم تتلقى الأوامر بعد ليقال الانتظار لبعض الوقت حتى يبقى أقل عدد من الناس منطلقا نحو سقف الحلبة باستخدام البانجي كام هيسوكا في البداية اعتقد بأنه قد تجنب هذه الدمى إلى أن تفاجأ بأنه قادرون على القفز فوق بعض ما البعض لإبساك به وبينما هو يحاول إبعادهم عنه إذ بيكورولو يظهر فجأة من خلفه وقد غير ملابسه ليتصرف كما لو أنه كان سيلكمه ليفاجئه بعدها بركلة في مؤخرة رأسه ما جعل ظهر هيسوكا يرتطن بالحلبة والذي بينما يحاول إبعاد الدمى عنه مرة أخرى إذ بيكورولو يستغل الفرصة لتوجيه ركلة أخرى وذلك لأجل توجيهه نحو الحجد حتى يحاصره وبينما يستمر في هذا يبدأ هيسوكا في قطع رأوس الدمى مع التفكير بالخطوة التالية لكورولو الذي يظهر فجأة من الأعلى ما جعل هيسوكا يستخدم البانجي كام على رأس إحدى الدمى المقطوعة ليوجهها نحو كورولو الذي يقوم بتفديها بسهولة ليدوس على رأس هيسوكا والذي بالرغم من صعوبة الوضعية إلا أنه تمكنه أيضا من إصابة كورولو بعد أن استخدم ساقه اليسرى لتوجيه الرأس المقطوعة الثانية إليه ليصيبه في وجهه من النقطة العمياء قبل استكمال المعركة يذكرنا المؤلف بأن رأس رجل البالغ يزل ما يقارب من 7 إلى 8 كيلوغرامات وهو نفسه وزن كرة البولينغ بعد أن ضرب كورولو بالرأس المقطوعة بواسطة ساقه هيسوكا اليسرى يستخدم عليه رأسا آخر لكن هذه المرة بيده اليسرى ليسيله نحو الجهة المقابلة عندما تواجم الدمى مرة أخرى يستخدم هيسوكا الرأس المقطوعة بين يديه كسلاح ليقوم بواسطتها بقطع رأس أي دمية تقترب منه على الفور وبينما يفعل ذلك يحاول استغلال الفرصة لمهاجمة كورولو بسرعة الذي يقوم بتجنبها ليهرب مرة أخرى عائدا وسط الحشود حينها يدرك هيسوكا بأنه انتخلص من جميع الدمى فلن يحتاج كورولو إلى الحفاظ على هذه القدرة بعد الآن حيث سيعود لصنع النسخ باستخدام معرض الزيف التي وضع عليها الإشارة المرجعية نتيجة لذلك يترك دمية واحدة حية ليقطع دراعيها ويأخذها كرهينة ليحد من تحركات كورولو وليبدأ في توقع خطواته التالية حيث يتوقع بأنه يمكنه الآن إما أن يبقى على تفعيل ختم الطلب مع إعطاء الأوامل للدمى التي لا تزال في الانتظار أو يمكن أن يقوم بإلغاء تفعيل الطابع للبدء في صنع المزيد من الدمى باستخدام قدرة معرض الزيف وفي تلك الحالة فبإمكانه إما تفعيل الطابع وإلقاء أوامر جديدة أو تغيير مظهره عن طريق إيدي التحويل بيده اليسرى يستمره سكا في مواصلة التفكير في الخطوة التالية له ليتوقع بأنه يمكن أن يختار الخيار الأول فمع تبقي خمسين دمية فمن الممكن أن يواصل كورولو على نفس الاستراتيجية حتى يصبح نصره مؤكدا كما أن الخيار الثاني مرجع فكلما كابر الجيش يمكنه التغلغل بين الجمهور وأخذ ملابس شخصين لتغيير مظهره وبينما هو يفكر في كلا الاحتمالين يلاحظ تلاشي الطابع ليتأكد من أنه قد اختار الخيار الثاني حينها يبدأ في التفكير بخطواته التالية حيث يتوقع بأنه إن وضع الإشارة المرجعية على قدرة معرض الزيف فإنه لا يضطر لحبل الكتاب كما أنه لا يقوم بصنع النسخ لأن الجمهور سيذعرون وذلك ما سيجعل مكانه مكشوفا يقوم بتغيير مظهره بها عبر قدرة أيدي التحويل ليد الأسرة ليبدأ في محاولة إيجاده عبر توقع أنه إن صنع النسخ بينما يتحرك فهو بالتالي سيذهب للمكان الذي توجد فيه دوما جاهزة في وضع الاستعداد ليتوجه نحو نفس المكان وهناك يجده لينطلق في مطاردته أثناء ذلك حول هيسوكا إرسال رأس مقطوع إليه لكن كورولو قام بتفديها ليختفي مرة أخرى وسط الحجود يلاحظ هيسوكا بأن كورولو يغطي كلتا يديه ويفكر في احتمال أنه لا يستخدم ختم الطلب أو أيدي التحويل بل الصوت الأسود ما يعني بأنه يخفي الهاتف الهوائي مخبأ في يده وهذا ما يؤكد أنه غير قادع لفعل أي شيء سوى تصدي لهجماته بجسده فقط بينما يواصل هيسوكا هجومه باستخدام الرأس المقطوع يحلل علكته من الأرض والتي كان قد ربطها سابقا بجمهور عندما بدأ في مطاردة كورولو من البداية تصبحك القدائف البشرية وبذلك تمكن من توجيهه من نحوه في تلك اللحظة يحاول هيسوكا استغلال وضع لإصابة كورولو الذي يقوم بتفادي الهجوم مرة أخرى لكنه مع ذلك يقع في فخ هيسوكا الذي وضع خطة احتياطه للقبض عليه وذلك بعد أن أمسك بساقه اليسرى بواسطة البنجيغام مع توجيه الرأس المقطوع على ظهره ليطرحه أرضا لكن عندما يقف أمام جسده الملتخ بالدماء يكتشف بأن نسخة من الجمهور فقط ليحترح حول كيف صنع هذه النسخة وبينما هو يفكر إدبيه يتفاجأ بأن الرأس لازال موجود ليدلك بأن كورولو قد خدعه فبعد أن كان قلقا بشأن أن يتم وضع علامة الشمس والقمر عليه حتى تنفجر إدبيه يتصادف مع مشكلة أخرى وهي أن الدمية التي تم وضع علامة القدر عليها لن تختفي حتى تنفجر ترجمة نانسي قنقر